اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف وفي التنسيق معكم فيصل بن فارس وفي الإخراج محمد الصرفار محمد من زمان ما شفناك يا أخي زاك الله خير على إخراج اليوم أيضا مستمعين اللي حاب يتواصل معانا بملاحظاته بأراء باقتراحاته ممكن أن يتصل على الرقم 600 6-0-5-5-1-4-1-4 وعبر الرسالة النصية على 4-0-6 يا سلام أنا هذا البرنامج يا جماعة الخير أنتم ما تتخيلون شكثر أستانس فيه في نور دبي عندي ثلاث مخرجين يدخلون علي دايما في هذا البرنامج ماذا بنبيات شحالت توعي سبعد روح يا سلام عموما نبتدي معاكم البرنامج مستمعين بأهم الأخبار اللي طالعتنا فيها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية وأنا من زمان ما شكر طاقم الإعداد فكل الشكر لطاقم الإعداد اللي يعدلنا هذه الحلقات فريق قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي عموما 95% الرضا عن خدمات مركز دبي للسكري وصلت نسبة خدمات مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة لـ 95% وذلك بحسب دراسة أجراها المركز وركزت على نسبة الرضا العام أو الرضا المطلق وجاء في مقدمة للسبيان الذي وزع للمتعاملين قياس تجربة المتعامل مع المركز بالإضافة إلى صورة الهيئة للمتعامل نتيجة تجاربه السابقة والتجارب التي سامع بها من معارفه وضمن الدراسة يعني معايير فرعية شاملة المعلومات عن الخدمة وسهولة تمام الخدمة ومظهر المركز الخدمة والثقة وخصوصية المتعامل واحترافية الموظفين وسرعة تقديم الخدمة إلى غيرها فيصل شوف لي عبدالله جمعة من مركز السكري أنا أتكلم معاه عن النسبة هذه أنا أتصور يعني 95% يمكن إذا النسبة بالفعل هذا خل نسأله ونشوف كيف حصلوا على هذه النسبة المركز للأمانة يعني مركز من المراكز العالمية وما أستبعد عنهم يعني أنهم يحققوا مثل هذه النسبة لكن خلنا نتعرف على هذا الاسبيان وعلى الخدمات الموجودة في المركز فإذا قدرتوا تتوصلون معا أثناء الحلقة بعزين دراسة أمريكية توصلت إلى عدم وجود أصدقاء قد يسبب الموت المبكر لا حول يقول توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن عدم وجود أصدقاء في حياة الأشخاص قد يكون سببا من أسباب الموت المبكر تماما كالتدخين وتمكن الباحثون من جامعة هارفورد من الرضب بين الوحدة التي يشعر بها الإنسان نتيجة عدم امتلاكه أصدقاء وبين ارتفاع خطر الإصابة بالجلطات الدموية التي من شأنها أن تسبب الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية حسب موقع روسيا اليوم وتعمل العزلة الاجتماعية على تنشيط إشارات القتال أو الهروب fight or flight مما يزيد من نسب البروتين المعروف باسم فيبرينوجين يا جمعنا والله هالا سامي تلعوزني يا سامي صبر بقولها بقولها باسم فيبرينوجين وهو بروتين قابل للذوبان ويتم إفرازه عند الوصول إلى الخطوة النهائية في عملية تخثر الدم ولكن ارتفاع مستوى هذا البروتين يعد مضرا بالصحة إذ هو يرفع من ضغط الدم فالله يخليكم شوفو لكم أصدقاء تعيشون معاهم بصحة وسلامة لأن الصديق ما بوقت الضيق بعد لا الصديق يعني يقيك من الجلطة الدموية فهذه دراسة موجودة طيب خلنا نروح عند من الدراسة الأمريكية للدراسة الصينية تقول البخور أخطر من السقائر وينبعث منه مواد تسبب الصرطان طيب طيب نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا حيث أشارت أن البخور قد يكون أخطر من السقائر وكما أن الدخان المنبعث من هذه الأعواد المعطرة قد يكون أكثر سمية على خلايا الجسم من دخان السقائر وتابع الباحثون أن الدخان المنبعث من البخور يتسبب في حدوث طفرات جينية ويسام في تدمير الجينات وقتل الخلايا بشكل يفوق التأثيرات الضارة للدخان المنبعث من السقائر وأضاف الباحثون أن الطفرات الجينية التي قد يتسبب فيها البخور قد تحدث تغيرات بالحمض النووي الدي ان اي الموجود داخل الخلايا وهو ما قد يسبب بعد ذلك في الإصابة بالسرطان ونشرت هذه النتائج ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية ونشرت على الموقع الإلكتروني صحيفة الديليميل البريطانية يعني دراسة من شهورة يا من البحثون تساهم هذه النتائج في عدد فحص وتقييم الأنواع المختلفة من البخور وبحث مدى تأثيرها على صحة الإنسان حين تعالق نعم اقنعهم أن هذا يسبب سرطان وتغير في الدي ان اي اترمون أنا ما ارم بس هذه دراسة ومنشورة ولما تنشر هذه الدراسات يعني تأكدوا أنها مبنية على أسس علمية واستكملت كافة مراحل البحث العلمي فما ينشرون شيء من غير هذا ير الله دخوا جقارة يعني أحسلكم من البخور لا أسور فياكم طيب نختار لكم خبر شوي نصير على التغذية لأن اليوم وايتي الأخبار ما دري شو فيها خلناخذ خبر عن التغذية شو رايكم مناخذ خبر يقول الطعام في وقت متأخر من الليل بالذاكرة أشار تبحاث جديدة إلى أن الأكل في وقت متأخر من الليل لا يسبب فقط زيادة في الوزن إنما خطره الأكبر يتمثل في قدرته على تدمير عقل الإنسان ويسبب الغباء وقال باحثون أمريكيون أن توجه نحو الثلاجة في وقت متأخر من الليل لتناول الطعام يمكن أن يضر بالذاكرة حيث يهضم جسم الإنسان الطعام أثناء النوم مما يسبب ضررا بجزء من الدماغ يسمى قرن آمون والذي يتحكم في الذاكرة داون لو معدد دراسة يقول قدمنا أول دليل على أن تناول وجبات منتظمة في الوقت الخطأ له آثار بعيدة المدى على التعلم والذاكرة وأجرى الباحثون اختبارات على الفيران لمعرفة مدى تأثير تناول الطعام ليلا في الوظائف العقلية حيث تم طعامهم قبيل وقت النوم ثم تم تعريضها لصدمة كهربائية فتبين مقارنة بالفيران التي تناول طعامها مبكرا أنها كانت أقل قدرة على التفاعل وذاكرتها تصبح أضعف مع مرور الوقت فيا عزيزي يا عزيزتي يعني قبل الرقاة حاول ما تأكل شيء وأيضا فوائد يعني العشاء مبكرا في وائد فوائد كثيرة بس هذه من بين الأخطار اللي نحن تكلمنا عنها لأن يا جمعة الخير أتذكر حتى كان في أحد الطباء كان يقول لدرجة أن إذا كلت متأخر لا ترقد تم سهران أفضل لك تم سهران من أنك أنت ترقد وأنت توك ماكل عندي ضيفة في الستوديو طبعا أنا أقرأ الأخبار الرياكشن دائما على هي هيبين وأخبركم بنو ضيفتنا اليوم في الستوديو دكتورة ليلة المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي بنتكلم معها عن نوايد مواضية خاصة بالسياحة العلاجية وفي مؤتمر قادم سوف ينظمون لكن من بعد ما نقف مع هذا الفاصل مستمعين فاصل وما أرجع لكم لكن نذكركم بأرقام الهواتف اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام 600 55 14 14 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 400 6 فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة في مسج يقول طرشولي الإيميل ما لكم لقد طفح الكيل عاجل طرشولي الإيميل الله يخليكم منزل ما أدري يمكن المسج للبتل مباشر بس أنه في وقت أننا فطرشولي الإيميل بارك الله فيكم أو طرشولي عموما نحييكم مستمعين ونتكلم عن الكثير من المواضيع لكن في البداية خلوني رحب بضيفتي في الستوديو الدكتورة ليلى مرزوق مدير إدارة التنظيم الصحفي الصحة في دبي حيش الله معانا دكتورة الله يحييكم دكتورة أنا في بداية البرنامج كنت تكلمت على دراسة سووها مركز دبي للسكري هذه الدراسة أفادت أن نسبة الرضا عن خدمات المركز وصلت ل95% فأنا طلعتهم الجماعة في التنسيق أنهم يتصرون في عبدالله يمعا أساس نتعرف على هذه النسبة عبدالله جمعا مدير مركز دبي للسكري للشؤون الإدارية حياك الله معانا عبدالله الله يحييك خيم في موت شكرا الله يحبارك طيب الله يحبارك الله يسلمك الحين أنت يوم عطيتني هذه النسبة عبدالله ذكرتني في بعض الدول يوم يسوون الانتخابات أنه فاز بتسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمئة في الانتخابات خلنا نتكلم عن هذه النسبة لا لأن لأن بأمانة نسبة عالية جدا فنبغي نعرف هذه الدراسة كيف قمتوا فيها بما أن المركز قام فيها نعم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية شكر لك التواصلك الدائم والحقيقة دائما يعني الترامج هاي اللي تخص يعني مركز ذبيل السكري والتعرف على خدمات مركز ذبيل السكري أخوية محمود مركز ذبيل السكري من المراكز الرائدة في الحقيقة في علاج وإدارة مرض السكري ونحن دائما في المركز نركز على موضوع إدارة الحالة أنا اليوم من خلال عملي في المركز هذا ومن خلال عملي مع فريق العمل اللي موجود في المركز نحن ما نعالج الإنسان اللي مصاب بالسكتر بل وأن نحن ندير حالته من جميع النواحي ومثل ما أنت تعرف وأغلب الناس يعرفون أن علاج الإنسان اللي مصاب بالسكتر يعني لا يكون فقط عن طريق الطبيب فالمنظومة اللي موجودة في مركز دبيل السكري والآلية الأمل وفريق العمل اللي موجود هذا هو سبب نجاح المركز وسبب يعني سعادة المريض المريض اليوم نحن أو الزائر أو المريض اللي هي لمركز دبيل السكري يعني يكون مستانس من العلاج ويكون سعيد جدا لأن المنظومة اللي هو ياخذها أو العلاج اللي ياخذ أو البرنامج اللي ياخذ متكامل وهذا مش موجود في أي مكان آخر في الحقيقة يعني لا في الدولة يمكن ولا حتى في الدول الخليج ولا حتى في الشرق الأوسط وهذا كلام معالي حميد القطامي الله يفترى بالخير في آخر زيارة له لمركز زبيل السكري جمع كل الموظفين قال عبد الله نحن اليوم نفتخر جميعا مواطنين الدولة والمقيمين بأن لدينا مركز مثل مركز زبيل السكري مركز متكامل مركز شمولي مركز يدير حالة الإنسان وليس فقط علاج لأن نحن اليوم نؤمن بأن الإنسان المصاب بالسكر لا يتم علاج بوافط الدكتور لابد أنه يكون معه فريق طبي متكامل اللي هو يشمل الأخصائي التغذية والتفقيف الصحي وأخصائي شبكية العين والتمارين الرياضية والجميع الجهات والناس المتخصصين اللي يحتاجها الإنسان المصاب بالسكر فالنسبة طبعا نتيجة هذا الرضا نتيجة أن الإنسان يوم ويحصل الناس اللي هم على مستوى يعني كبير جدا من العلم في موضوع إدارة حالة السكر فيرضى جميل عبدالله بالنسبة للعلاج عبدالله أنا أبغي أسأل الآن يعني النسبة اللي شملتها الدراسة من المتعاملين يعني بالمقارنة مع رواد المركز يعني كم النسبة اللي غطيتوها في هذه الدراسة يعني تقصد أنت نسبة الرضا بالنسبة لل العدد الأشخاص اللي شملتهم الدراسة بالمقارنة مع اللي يزورون المركز نعم كي أخوية محمود الدراسة تمت عن طريق طبعا إدارة العلاقات المتعاملين بهيئة صحة بدبيت وطبعا العدد كان تقريبا فوق الـ 500 مريض وشملت الدراسة جميع النواحي النواحي اللي خلنا نقول عن سبيل المثال الانتظار مقابلة المريض مع الطبيب بعد المقابلة المدى الاستفادة من الخدمة الرأي العام المواضيع اللي يستفيد منها أو اللي يتلقاها الإنسان المصابع من خلال الفريق الطبي شملت الدراسة جميع النواحي وهذه النسبة الإجمالية بالنسبة للدراسة ممتاز جدا يعني هنا أنا بغيت يكلم عبدالله عن شغله يعني أنك توصل لهذه النسبة هذا إنجاز لكن الإنجاز الأكبر والتحدي أنك أنت تحافظ على هذا المستوى عبدالله فشو هي الخطط المستقبلية اللي أنتو حاطينها وشو هي التحديات اللي تواجهون أو راح تواجهون وتابعون تتغلبون عليها للمحافظة أو زيادة هذه أخي محمود مثل ما ذكرت إننا نحن يعني كمركز دبيل السكر ينعمل على معايير دولية بالنسبة للآلية العمل كفريق طبي في المركز بالنسبة للعلاج على أسس على أنظمة على قوانين دولية مأخوذة من الامريكا ديابيتي اسوسييشن فكل الأنظمة والقوانين ثابتة ومعتمدة في المركز ونمشي عليها نحن كلنا سواء الجانب الطبي حتى الجوانب الإدارية في المركز ولكن نحن مثل ما تفضلت الخطط المستقبلية للمركز ومثل ما قلت لك إن السكري هي منظومة متكاملة لابد إن تكون موجودة ولابد إن يستشعرها الإنسان المصاب السكر لأن الإنسان المصاب بالسكر في أمور ثانية تحيطه غير عن العلاج فقط الدوة الرياضة الحالة النفسية الأمور التي تصير معها في البيت بين أسرته بين هاي الأمور نحن ناخذها ويعني ندعم فيها الإنسان المصاب هذا بكل النواحي النواحي الثاني اللي هي طبية يعني إحنا اليوم في مركز زبيل السكر ينحاول بأن الشخص المصاب السكر لا بد أن يتلقى الخدمة المتكاملة كلها في مركز زبيل السكر لا يحتاج أن يصير أي مكان فخططنا المستقبلية أننا اليوم عندنا سعادة الإنسان أو سعادة المصاب المريض بداء السكر يخذنا نقر 95% نحن نبقى 100% بحيث أنه المركز ويتلقى كل الخدمات وهو سعيد نحن اليوم يعني الله يجري خير المعالي القطامي مدير عندنا طبيب عيون بيتوفر عندنا طبيب أخصائي الكلة بيتوفر عندنا الطبيب القلب فهذه التخصصات المرات تستوي لبعض المرضى مضاعفات نتيجة المرضى فبيكونون موجودين عندنا في المركز والمريض بيحصل إلى رضا أكثر لأنه موجود هنا وما يحتاج أن يصير أي مركز ثاني حسب أننا نحن نحول الاستشارة ثانية ممتاز عبدالله جمع مدير مركز دبي للسكري الشؤون الإدارية نحن شاكرين لك هذا التواصل نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مختلف الخدمات التي تقدمونا وإن شاء الله بتكون لنا حلقة خاصة في القادم من الأيام عن مركز دبي للسكري بشكل مفصل نستضيف حتى الجماعة اللي يشتغلون هناك من الكوادر الطبية والإدارية يون عن الستوديو ونتكلم في تفاصيل هذا المركز اللي حقيقة مفخرة للقطاع الصحي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات شكرا لك عبدالله الله يبارك فيك وشكرا الله يسمى جزيلا طيب دكتورة ليلة طولنا عليك سامحين نحن لا ألعف طيب الآن نرجح موضوع مهم ما أدري تبغين تعالقين على موضوع السكري مركز دبي للسكري ما يعمل ما شاء الله عبدالله والطاقم اللي يشتغل في مركز دبي للسكري قامين بمجهود كبير وأنا من خبرتي يعني عندي ناس من أهالينا يراجعون المركز وأنا ما أستغرب أن نسبة الرضا 95% لأن من الملاحظات اللي يحصلها من الناس من أهالينا اللي يراجعون المركز ما شاء الله يعني أنا ما أستغرب عن هاي النسبة الرضا جميل دكتورة أنا هنا أتحدث حقيقة عن يعني مؤتمر قادم سوف تقومون بتنظيم المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية ومؤتمر التنظيم الصحي صح اسمتي هي نعم اسم المؤتمر مؤتمر دبي للتنظيم الصحي والسياحة العلاجية ممتاز في دورته الثانية طيب وهذا بالتعاون مع الورد هيلث توريزم دبلو اش تي سي اللي هو المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية طيب دكتور الآن أنا قبل لا أدخل في تفاصيل هذا المؤتمر وشو هو هذا المؤتمر أبغي أتكلم عن مفهوم السياحة العلاجية ناخذ المستمع حبا حبا ليه ما نوصل على أهمية هذا المؤتمر وليش هذا المؤتمر موجود في إمارة دبي وشو اللي رح يضيف الإمارة دبي في البداية خلينا نتكلم عن مفهوم السياحة العلاجية ما هو هو مفهوم السياحة العلاجية ولماذا في الفترة الأخيرة تم التركيز على مفهوم السياحة العلاجية في إمارة دبي سؤال جميل جدا وبداية حلوة أن نبدأ فيها بالمفهوم علشان المستمعين يعرفون الموضوع من بدايته ونعرف ليش نفهم المستمع ليش نحن نسوي ننظم هذا المؤتمر طبعا دبي مدينة معروفة بالسياحة كشكل عام ونحن عندنا كل البنى التحتية لتشجع أي سائح أن يي إمارة دبي بقصد السياحة بشكل عام فنحن الحمد لله عندنا الفنادق المتميزة وعندنا المراكز الترفيهية والتسويق وعندنا المراكز التسويق وكذلك عندنا أطول برج في العالم وعندنا أكبر مركز تجاري في العالم والحمد لله المترو وسائل المواصلات في إمارة دبي يعني نافس أكبر الدول المعروفة في العالم فنحن أخذنا الجانب هذا اللي يتصف إمارة دبي بأن إمارة دبي قوية في السياحة وضفنا على الفكرة هذه فكرة السياحة العلاجية يعني السياحة موجودة فقلنا خلنا نضيف على السياحة العلاج كذلك والحمد لله نحن اليوم في إمارة دبي متميزين كذلك في الناحية العلاجية والناحية الطبية بوجود المنشآت الصحية ووجود المهنيين الصحيين ذات الكفاءة العالية وكذلك يعني أخوه محمود نحن من خلال شغلنا في المجال هذا عرفنا أن كثير من الناس من الدول المجاورة سواء العربية وغير العربية يوني إمارة دبي بقصد العلاج لتخصصات مختلفة فنحن في هيئة الصحية في دبي قلنا خلنا نرتب الموضوع هذا بشكل أفضل ونشجع الناس أنهم بعدد أكبر يوني الإمارة والناس اللي يوني الإمارة بقصد العلاج نسحل أمورهم ونشجعهم أنهم يرجعون للإمارة للعلاج مرة أخرى جميل الآن دكتورة قبل ناخذ فاصل سامحيني باخذ فاصل ونرجع من استكمل الحوار طبعا حوارنا القادم بيكون عن مؤتمر دبي الدولي للتنظيم الصحي وأيضا هذا المؤتمر ما نتحدث فيه من خلاله عن السياحة العلاجية بشكل عام فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا الحوار مستمر مع الدكتورة علي المرزوي مدير إدارة التنظيم الصحي فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة دكتورة بطلب منش تحطين السماعة على أساس أن في عندنا مداخلة من أحد المستمعين عبد العزيز بن هويدن السلام عليكم السلام ورحمة الله عبد العزيز شو حالك كيف الحال الله يسلمك أصبح إليك وعلى الضيفة الكريمة معاك صباح النور والسرور أخي عبد العزيز أهلا أستاذة كيف حال اشطيت العمر الله يسلمك وعافيك ما شاء الله أنت مشهور ونسمع صوتك وايد في بلدة المباشر سيئة لنا شرف أن نتواصل وياك أهلا أخير عام هيئة الصحة أو بالأخص دبي الاتجاهات من ناحية السياحة الصحية نحن لا بدنا تكون هل في نحن عندنا نكون بمقارنة بعض الدول من ناحية العلاج يكون الكوست مش عالي هل بتكون أسعارنا مناسبة للناس عساس استجلابهم في البداية أنا عرف أن في ناس أنا عندي أصدقاء أيون من صربية أيون من إذربيجان للصحة أنا ساعة أوديهم للمراكز الصحية أن كانت خاصة أو حكومية يكون الكوست شوي عالي أحسه من ناحية الفحوصات الشاملة هذي الأشياء هل بتكون في مثلا كوست معين راح تعتمدونه في البداية حتى ما العجلة تدور جيد وبعدها يكون في تحسين في الأسعار ولا بتكون الأسعار تدع عالية باستمرار واضح عبدالعزيز سؤالك هذا السؤال نحن نتمنى أن تكون أنا أتمنى ليش ما أتمنى أن تكون إمارتي في دبي أو في الإمارات ككل أن نكون متخصصين في السياحة الطبية مثل ما تخصصنا في جميع المجالات الحمد لله لك يا رب نعمل طفرة على مستوى العالم جميل عبدالعزيز بن هويد نحن شكري لك هذه المداخلة شكرا 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 وتسمع لجابة إن شاء الله من الدكتور دكتور قبل أن ندخل في تفاصيل مؤتمر خلين نجاوب بس على عبدالعزيز خلين نتحدث عن التكلفة في التكلفة تكلفة العلاج في إمارة دبي وصفة بأن يعني مبالغ فيها بشكل أو بآخر أنتو عندكم بعض الأنظمة أو بعض الأطر والآليات العمل اللي تنظم عمليات التكلفة أعتقد في القطاع الخاص فخليني نتكلم عن هذا الموضوع بعجال عشان ندخل في المؤتمر سؤالك جميل أخوي عبدالعزيز وكثير من الزائرين الليون إمارة دبي يستفسرون عن نفس السؤال أي وجهة عالمية معروفة في السياحة العلاجية لها مقومات تجذب السائح للدولة هذه بقصد العلاج من المقومات إنها تكون جودة الخدمات تجربة التجربة اللي يمر فيها المريض يومي أي دولة بقصد العلاج السعر نعم من العوامل المهمة اللي تجذب السائح للعلاج لأي دولة في العالم نحن في إمارة دبي يوم بدنا مشروع السياحة العلاجية ركزنا على جودة الخدمات كعنصر جاذب للسائح وكذلك لتجربة السائح يومي بقصد العلاج لإمارة دبي يعني أنا عارف في كثير من الدول الثانية تركز على السياحة العلاجية يمكن الأسعار تكون أقل من إمارة دبي لكن يمكن تجربة المريض والجودة ما تساوي اللي يحصلها السائح يومي للإمارة هذا عدم حمود قال لي بعجالة علشان تشذيها الإجابة بعجالة دكتورة بس أعني بعد أن لدي سفسار عن موضوع التأشيرات تترون تأشيرات السياحة العلاجية في شغلة نعم عندنا نحن بالتعاون مع دارة الهجرة والجنسي والإقامة نحن عندنا يزاهم الله خير سوونا في تأشيرة خاصة للسائح العلاجي هي مدتها ثلاثة شهور وقابلة للتجديد بسهولة يوم المريضي بالتقرير الطبي يكون تأشيرا ممكن يجدون لها بسهولة ممتاز طيب خلينا نتخلح هنا في موضوعنا الرئيسي دكتور موضوعنا مؤتمر دبي للتنظيم الصحي خلينا نتعرف أولا عن هذا المؤتمر يا ترى على ماذا سوف يسلط الضوء في هذا المؤتمر طبعا مثل ما تفضلت أخو المحمود المؤتمر في مؤتمر دبي للتنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دورته الثانية وإن شاء الله بيكون المؤتمر بتاريخ 4 و 5 أكتوبر يعني الأسبوع القادم إن شاء الله بفندق انتركنتننتل فيستيفل سيتي دبي والمؤتمر بيركز على التنظيم الصحي وعلى السياحة العلاجية طبعا في التنظيم الصحي فيه أمور كثيرة المؤتمر إن شاء الله رح يركز عليه منه أفضل الممارسات في تنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية وكذلك نتعرف على خبرات وتجارب الدول الثانية في مجال التنظيم وفي مجال وضع السياسات لتنظيم القطاع الصحي في العالم رح يشاركنا إن شاء الله أكثر لليوم موجودين أكثر من 400 مشارك من مختلف الجهات الدولية ومن المنطقة كذلك وعيدنا إمية من الوكلاء المنسقين اللي نسميهمهم هذي للناس بيونا إن شاء الله من دول مجلس التعاون بيونا من أفريقيا مثل نيجيريا وكذلك دول السي اس آي اس اللي هم من روسيا فهذي لهم أيون هذي للجهة المعنية بتحويل المرضى من دولهم إلى المستشفيات في كل دول العالم فرح نستضيفهم بحيث أنهم ميون يتعرفون على المستشفيات الموجودة بالإمارة ونستقنى معهم أنهم يروحون يزورون المستشفيات هذه ويتعرفون على الخدمات الموجودة عندنا في إمارة تباي جميل دكتور هذا المؤتمر يقام مثل ما ذكرنا في بداية الحوار بالتعاون مع الوه تي سي اللي هم المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية طيب شو وجه التعاون في هذا المؤتمر طبعا هذي المؤتمر المنظمين المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية ما شاء الله لهم باع طويل في المجال هذا وهم كانوا في البداية هم يسوون المؤتمر هذا 11 سنة قبل يعني هاي دورته 11 فنحن قلنا هذا اليوم بيون معنا نحن طبعا بيكونون شركائنا في المؤتمر هذا ونحن بدالما يعني الجهود كلها تضافر للجلب المعنيين في السياحة العلاجية من كل دول العالم إلى إمارة تباي وهذا يعطي يسلط نقول يعني الأنظار العالمية على إمارة تباي بأن مؤتمرين للسياحة العلاجية مؤتمرين قويين يحدث في وقت واحد ويعطي للإمارة قوة أكثر بما أننا نحن تكلمين عن الشركاء دكتورة يليت تعرفين بالشركاء اللي موجودين معاكم شركاء رسميين في هذا المؤتمر شربي ما يخذي راح تتمع عليه ما شاء الله محمود تعطينا أنت يعني صوت وصورة يزاك الله خير فضلك دايم نحن عندنا الرعاة بالنسبة لطبعا مؤتمرين نحن في وقت واحد خاص بالسياحة العلاجية والتنظيم الصحي الرعاة بالنسبة للتنظيم الصحي عندنا طبعا الهيئات التنظيمية في الدولة مثل هيئة الصحة في أبوظبي والشارقة وكذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع معانا في المؤتمر هذا وكذلك عندنا طيران الإمارات وشرطة دبي وجمعية الإمارات الطبية وأهم يعني مش أهم كلهم مهمين بس عندنا المنظمة العالمية للسلطات التنظيمية الصحية رئيس ونائب رئيس المنظمة العالمية بيكون معانا إن شاء الله وكذلك رئيس المنظمة الدولية للسياحة العلاجية بيكون موجود متواجد معانا وكذلك الدكتور بندر آل فهد ممثل عن المنظمة العربية للسياحة بيكون معانا كذلك ممتاز دكتورة يعني هو سؤال ما أدري صحيح إذا صغت بهذا الشكل الآن الفئة المستهدفة من هذا المؤتمر هم المعنيين بالسياحة العلاجية ولكن ماذا عن الأفراد هل يعني أنتوا قاعدين تفكرون أن ممكن ممكن الشخص اللي يكون يعني عادي يبغي تعرف على المستشفيات يبغي تعرف على الأشياء اللي موجودة عندنا كمقومات سياحة ممكن أن يحضر هذا المؤتمر؟ طبعا المؤتمر هذا بالجانب أنا رح أتكلم عن التنظيم الصحي وبعدين برجع لي السياحة العلاجية بالنسبة للتنظيم الصحي طبعا المدراء الطبيين للمستشفيات والعيادات والمنشآت الصحية وكذلك المستثمرين كذلك ممكن أنهم يحضرون وكذلك عندنا حتى طلبة الجامعات ممكن طلبة الطب الجامعات ممكن أنهم يحضرون لأنهم بيتعرفون على النظم والقوانين اللي إن شاء الله تهمهم يوم بيتخرجون إن شاء الله من الجامعة وكذلك ممكن المرضى كذلك إذا هم يحبون يعرفون عن لأنه بتكون في ورش عمل عن الشكاوى الطبية وعن كيفية تقليل الشكاوى الطبية والإخلاقيات المهنة فحتى حتى المرضى والمعنيين ممكن أنهم يحضرون بالنسبة للسياحة العلاجية إننا نحن عندنا من المنشآت الصحية اللي يشتغلون في إدارات التسويق ممكن أنهم يون ومثل ما قلت في البداية بيكون عندنا 100 هاستد بايرز من الدول المختلفة ممكن أنهم يون ويتواصلون معهم ويشوفون طرق التعاون من أجل أنهم يحولون المرضى من هذه الدول إلى المستشفيات والمنشآت الصحية طيب ممكن نعرف يعني كيف الواحد ممكن يسجل في هذا المؤتمر إذا كان مهتم هي نعم المؤتمر هذا لشبكة إلكترونية DHRC يروح إن شاء الله هناك في مكان للتسجيل يزولنا على الشبكة الإلكترونية ونحن عندنا مثل group registration يعني مجموعة كبيرة إذا يد ممكن أن نراعيهم أسعار جيدة طيب www.dhrc.ae طيب دكتور تسمح لي بس أخذ مداخلة مسعيد السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك أنا أتكلم عن زي في هذا المؤتمر أن أنت لو تلاحظ الدول يعني للناس تسافر لها دائما فيها يعني أولاجية أنا سؤالي هنا شو سبب هم تقدمهم في هذا الطب ويعني وصار يعني شكرا تقول نوع من التأخر عندنا في هذا الموضوع واضح دكتور ولا أطلب توضيح أكثر آآ خلي واضح يا آآ بوسعي يعني أنت لو تلاحظ آآ يعني الدول دائما الناس تسافر لها في الأولاد دائما شو سبب الناس تسافر لها يعني تتركه هنا مثلا وتسافر هناك شو سبب هم تقدمهم في هذا الطب سبب تأخر من أن إحنا هنا هو لا تحسبه بسبب تقدم وتأخر هل المؤتمر هذا بغطي يعني هالنقطة بيناقش عن نقطة هالسؤالي طيب شكرا لك بوسعيد أنا دكتورة هنا يعني هذه النقطة التي طرحها بوسعيد نقطة مهمة جدا لأنه مفهوم نحن نحتاج أن ننواعي المجتمع بهذا المفهوم آآ عندما نتحدث عن القطاع الصحي أو الطبي في العالم ككل فهنحن نتحدث عن توفر أيدي أو تخصصات مش تخصصات توفر أيدي ماهرة في أماكن معينة مثلا مثل أي مهنة بتحصل فيه نجار هناك هذاك معروف أن شغل الأرابسك ماله يكون بشكل معين هنا فيه لاعب كرة قدم هذا اللاعب محترف بشكل هذا مو معناته أن المنطقة هذه ممكن نقول أن هذه المنطقة هي متوفرة أو حايزة على تقدم معين في حين أن المنطقة اللي موجودة عندنا نحن ما عندنا هذا التقدم مثلا مثل الواحد لما بيتكلم عن يعني شو أضرب أضرب بالرياضة مثلا الكورة أفضل الملاعب موجودة عندنا أفضل الشغلات موجودة عندنا لكن ما عندنا ميسي ولا عندنا رونالدو صح هذا الكلام ولا؟ لكن نحن محمود بس بقيت أضيف ماشاء الله أنت إجابتك كانت جيدة ماشاء الله بس أضيف نقطة على اللي تفضلت فيه أن نحن أسوة بالدول الثانية مثلا حين أنت عندك في دول أوروبية مثل ما تفضلت ألمانيا معروفة بالتأهيل يعني معروفة بالعلاج الطبيعي مثلا أمريكا معروفين بأمراض السرطانات مثلا نحن نفس الشي في إمارة الدبي ركزنا على تخصصات معينة ولاحظنا أن التخصصات السبعة هذه للورا نحن ركزنا عليهم في ناس بعدئون حق تخصصات ثانية يعني نحن ما ركزنا على التخصصات الثانية لكن نحن بدين المشوار وإن شاء الله نكمله والتخصصات هذه بتزيد إن شاء الله في المستقبل بالضبط ونحن نتمنى بعد الدكتورة يعني مثل ما قال أبو سعيد نحن نتمنى في بعض التخصصات هذه ليش ليش ما يتم عملية إن الاهتمام بها كذلك ونحاول نيب المتخصصين في هذا المجال بشكل كبير زين والأيدي العالمي نيب ميسي ورونالدو في الطب هذي لنيبهم هنا عندنا دبي هي نعم الجهود هذه موجودة ونحن قبل فترة سوينا حتى متطلبات تراخيص الأطباء الزائرين لأن نعرف مثلا طبيب ألف موجود في الدولة الفلانية وهو وايد يعني جيد في زراعة القرانية مثلا في العيون هذه نحن ممكن أنه وكثير من المنشآت الصحية يبون هذي الأطباء بقصد أنهم يعالجون المرضى في إمارة دبي جميل هذه وحدة من الطرق اللي ممكن بلفعل تعزز السياحة العلاجية ما شاء الله دكتور دكتور أن المداخلات شوية تأخذ وقت عندنا فالوقت يركض في سرعة فخليني أنا قبل أنهي البرنامج بس إذا في بعض المحاور اللي أنا ما غطيتها في هذا المؤتمر تبغين تذكرينها هي نعم أخوي محمود إن شاء الله المؤتمر بيكون مثل ما قلنا بتاريخ أربعة وخمسة مكتوبر السبوع القادم وبعد المؤتمر أو على هامش المؤتمر بتاريخ 6 أكتوبر المنظمة الدولية للسياحة العلاجية بتكون عنده اجتماع دائماً نحن آخر اجتماع كان في اليونان وهذا الاجتماع الثاني بيكون إن شاء الله في إمارة دبي وبيكون يحضروا رئيس المنظمة الدولية للسياحة العلاجية ورئيس لجنة الإشراف على المنظمة والأمين العام للمنظمة وفي أجندة من أهم الأمور اللي بيتم مناقشتها كيفية تطوير مفهوم السياحة العلاجية وتعزيز أنشطتها وكذلك الاجتماع التمهيدي لتنظيم منتدى السياحة العلاجية الدولية لعام 2017 جميل دكتور المؤتمر بيكون من 4 و 5 أكتوبر نحن اللي نديتش الحز شوية يعني ما نركز يعني التغطية على هذا المؤتمر ما نركز التغطية على المحاور اللي سوف تطرح وأيضاً إن شاء الله خلال هذا المؤتمر بتكون لنا الرسالة يومية للحديث عن تفاصيل هذا المؤتمر وما يحتويه وما الذي يجري فيه داخله إن شاء الله وأنتم أدك أسرون ما أدري كلمة خيرة تبقين توجهينها دكتور يزاكم الله خير أخوي محمود على هالاستضافة وأنا أتمنى الرسالة تكون وصلت لي المعنيين بأنهم يحضرون المؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دورتي الثانية لأن عندنا ما شاء الله متحدثين خبراء في المجالين التنظيم والسياحة وإن شاء الله ويستفيدون بيكون استفادة كبيرة من حضورهم ومن تعرف على تجربتهم في المجالين هذه شكراً لك دكتور ليلة المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في صحبي دبي على هذه الزيارة وهذا الحوار الجميل أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المؤتمرات القادمة شكراً جزيلاً شكراً لك محمود إذن مستمعين كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج صحة والسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي وصلنا إلى الختام وفي الختام لا أملك إلا نتوجه بالشكر الجزيل لفريق الإعداد في قصة الاتصال وتسويق المؤسسي في هيئة الصحة في دبي وأيضاً كل الشكر للمنسق معنا اليوم فيصل بن فارس ولمخرجنا المتألق دائماً محمد الصفار وعوداً حميداً لدوام الصباح وهذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في القادم من الأيام بالقادم باتشر يعني باتشر بنشوفكم إن شاء الله على نفس الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي